في فيديو اليوم رح نتكلم عن الكرتون اللي بتعشقه كتير هالا فابوس ورح نكمله ونحكي اليوم عن الحلقة رقم 6 بهاي الحلقة رح نشوف انه في متل ناس بيشتغلوا بالمخابرات الخاصة او ال FBI وهدولة شغلة الناس انه يبحثوا عن الشغلات الغريبة اللي عم بتصير بها الحياة وهنن كانوا ملاحظين صلى لان فترة انه في ناس كتير عم بتموت بالحياة الطبيعية واللي عم بيقتلون كمان مو مو ناس طبيعيين ابدا اللي عم بيقتلون هنن شياطين فبهالحلقة الجماعة هاي ال FBI نفترض انه هاي ال FBI بتكون عنده مهمة انه تحاول انه تقبض على الشياطين اللي عم بيجوا على الحياة وعم بيقتالوا الناس بطريقة جدا غريبة وكيف فيه شياطين اصلا عم بيقتالوا ناس وببداية الحلقة لما يكونوا عم بيحكوا بهذا الموضوع انه فيه شياطين عم تيجي على الحياة واكيد عم بيستخدموا السحر الاسود او السحر حتى ينتقلوا من العالم السفلي الجحيم للحياة الطبيعية للارض وانا عم بيحكوا هالشي بيكونوا عم بيحكوا على بلدس وهو ماسك كتاب هلا انا لما ركزت على هذا الكتاب لاحظت انه الكتاب يا اخي الرسم عليه النقشات اللي موجودة على هذا الكتاب جدا جدا بتشبه القرآن الكريم فهل هي مقصودة تتوقعوا ولا اجت بالصدفة لانه ما اعتقد يعني الكارتونات هيك كتير بريئة وبيعملوا شغلات بالصدفة بس ركزوا عليه كتير نفس الدائرة نفس الرسمات حوالي هيك فما بعرف هل هنا اغبياء لدرجة انه كتبوا مثلا بوك على جوجل وطلعين مثلا شكل القرآن وعملوا على هذا الشكل او كانوا اصدين اصدا يعني هيك من شان يطالعوا صورة المسلمين بطريقة غلط والله ما بعرف بس اللي انا لحظته انه هذا الكتاب بيش بكتيب القرآن الكريم ولما يكونوا عم بيحكوا المخابرات عم بيقولوا المشكلة انه كيف بدنا نمسكهم دائما عم بيطلعوا باماكن عشوائية ما عندن خطة ما عندن اي شيء وبالفعل هن عم بيحكوا بيطلعوا وراهن سبحان الله هيك وراهم بالظوط بيطلعوا بنزلوا الشباك هيك بيلاقون وراه عم بيطلعوا فبطلعوا بسرعة بيروحوا بيحاوطوا فبيسكروا الباب بلدز بيحكي لهي عساس بتكون بنته لوني او لونة بإلا سكري الباب وخلاص سروحه وتركونا من احنا منتصرف فبيحاولوا يقاتلوا هدول البشريين اللي طلعوا لن من المخابرات ما رح يقدروا يقاتلوهم لانه رح يطلقوا عليهم رصاصة او الرصاصة هاي اللي انطلقت عليهم من السلاح بيكون فيها مخدر رح تضرب بموكسي وموكسي رح يغم عليه ويشيلوا بلدز ويحاول انه ينقزوا ويهرب لمكان تاني بس للأسف رح يروح المكان ويكون محاصر لهني كوريد كهرب ورح ياخدوه بعدين الاف بي اي وياخدوهن على غرفة ويستجبوهن ويحكوهن انه كيف اجيتوا على هذا العالم ليه عم بتقتلوا الناس ولمين بتشتغلوا وشو قصتكم ويعني شي كتير غريب تخيلوا تمسكوا شيطان وتصير تحققوا معه الموضوع لازم تحكي معه كتير انه شو السأل فقاحة ليه عم تيجي على عالمنا فبنفس الوقت كمان رح نشوف انه مرته لماكسي وبنته لبلدز اللي هي لونة بيكونوا عم بيحاولوا مرة تانية يفتح البوابة ويرجعوا يساعدوهن لأصدقائن فلما يرجعوا مرة تانية رح يكونوا اختفوا فبتكون كمان الثعلبة او الذئب هديك الشخصية الذئب رح تتحول لشكل بشري وتصير تشم الارض وتعرف من ريحتين وين موجودين وتصير تتبع مكانين وبعدين رح نرجع مرة تانية على بلدز وماكسي رح يحاولوا كتير يحكوا معاهن ويسألوهن انتو كيف واسئلة كتير بس الاتنين اغبة منن ما في صراحة موكسي وبلدز قد ما يحاولوا يسألوهن ويحكوا معاهن ما بيطلع منن فايدة كل شي عم يحكوه كلام فاضي وحتى انه مثلا ضيعوا عليهم وقت كتير بس موكسي كان عم بيحكي للنوع القهوة اللي بده يشربها النوع القهوة اللي بده يشربها طولها يمكن عشر ساعات وبيدي القهوة تكون فيها شوية حليب مع اربع معالق سكر مع شوية هيل تعقيدات يعني لو بدك تعمل القهوة تبعيت موكسي رح تاخد سنة كاملة تدري تحضر هاي القهوة اللي هو بده ياها فبعدين رح ننتقل مرة تانية للونا اللي هي الذئب ومرتو لاموكسي بيكونوا عرفوا المكان اللي موجودين فيه اللي انخطفوا فيه اصدقائن ورح يدخلوا لجوه وأول ما يدخلوا لجوه رح يبدأوا بالقتال وطبعا الحلقة هاي مليانة قتال صراحة بحسة واحدة من افضل الحلقات من ناحية القتال ومليانة دم بشكل مطبيعي رح تشوف الاتل على ابو موزة بهاي الحلقة هون لما يدخلوا حيكون فيه كتير قتل رح يدخلوا لجوه رح يعزبوا كل الناس الموجودين لانه خاطفين اصدقائن واحدة بتكون خاطفين واحد بيكون مثل ابوه والتاني بيكون زوجه فالموضوع جدا خطير بالنسبة إلن فرح يدخلوا هناك ويمسحوا كل الموجودين فبعدين رح ننتقل مرة تانية لعند موكسي وبلدزو بيكونوا عم بعذبوهم بطريقة جدا غريبة طريقة اللي عم بعذبوهم فيها انه عم بيحطولهم مثل دخان وهذا الدخان اللي عم بيطلع او الغاز اللي عم بيطلع بيها الغرفة بيخلين انه يحكوا الحقيقة ويصير يصارحوا بعض بكل شيء فكل واحد فيه انه رح يصير يحكي اسراره والشغلات اللي كان كاذب فيها على الشخص التاني فماكسي على سبيل المثال رحكي له انه البذلة تبعيتها كتير بشعة صراحة وما بحبها بعدين بليدز رح يحكي له صراحة زوءك كتير خراب بالاغاني ما بحب اغانيك ابدا اللي بتحطها فبيحكي له طيب ما انت كنت تحكي له انه انا بحب اغانيك كتير قال له صراحة ان لما بعتلي الاغاني ما كملتها طلعت ع السريع لانه كانوا كتير بشعين وبيضلوا عم بيبكوه ف24 ساعة الاف باي عم بيحاولوا يطالعوا منه شي مفيد وما عم بيطلع منه شي مفيد ضلوا طول الوقات عم بيبكو زعلانين على بعض فبعدين هون رح تشتغل غنية ورح يصير وغنوا غنية كتير طويلة يعني اخدت يمكن على ما اظن 6 دقايق من الحلقة بس غنية صراحة وانا ما كتير بحب الاغاني لما يكونوا موجودين بالكرتون او بالافلام بعمل السكيب صراحة فبعد الغنية ايش اللي رح يصير رح يدخلوا على موكسي وبلدز اللي هو لونا ومرتو لماكسي رح يدخلوا لهنيك وتبدأ كمان معركة جدا جدا جميلة وكمان مليئة بالدم رح تشوفوا قتال بطريقة مطبيعية والاخص مرتو لماكسي رح تقتل الناس بكمية كبيرة رح يضلوا يقتلوا اكتر من 3 دقايق من الحلقة عم بيقتلوا كمية هيك تقول كيلو بطاطا عم بيقشروا ويقتلوا على السريع كمان رح تشوفوا انه لونا رح تتحول مرة تانية وترجع على شكل ذئب ورح تصير كمان تأتل الناس بطريقة تصويرية هيك حلوة كانت بالحلقة فبعد تأتيل الطويل جوه هاي الحلقة رح يطلق صاروخه كبير كتير بلدز ويفجر فيه المكان ورح يصير المكان جدا معتم وما رح يقدر يشوفه شي رح يحاولوا انه يفتحوا الكتاب ويعملوا التعويذة ويفتحوا البوابة يرجعوا من المكان اللي اجوا فيه بس ما رح يقدروا لانه كتير عتم المكان فرح يطلع شيطان جدا مخيف بهالحلقة الشيطان رح يجي ويصير المكان جدا مخيف بعدين رح يلبس وحده من الموجودين ويرعب المكان وهذا الشيطان اللي رح يطلع هو رح يكون البومة الامير تبع الجحيم او النار اللي موجودين فيه اللي عايشين في الشيطان بس صراحة اول مرة انا اشوفه بهذا الشكل المخيف الو دايما بشوفه بشكل الالوان الزنخ تبعه صراحة ما بحب هذا الشي فيه فرح يوصل لهنيك ويانقذ كله ويخوف للموجودين بعدين رح يروح يحكي مع بلدس والجماعة تبعيته ويحكي لانه انتو كيف انمسكتوا مفروض ما تنمسكوا والمرة جاي يكونوا حاذرين وحاولوا انكم ما تنمسكوا لاني اذا مسكتوا رح يكون في مشكلة لكم ومشكلة كمان الي فانتبهوا المرة جاي بالمهمات تبعيتكم ورح يفتح لن البوابة ويدخل لن مرة تانية ويرجعن ولما يدخلوا لجوة لهنيك رح يصيرك مقطع فيه كتير الوان بشي رح يصيرك مقرف جدا ما حكي لكم يا وبعدين بنهاية الحلقة رح نشوف انه البشر او الاف بي اي هاي الجماعة كانت عاملة هذا الموضوع اظن منشان يصوروا كل هذا الشي اللي عم بيصير صوروا كل الشياطين والموضوع اللي صار من الالف للياء مشان يكون عندن ادلة انه في شياطين بالحقيقة عم تنزل على الارض وعم بتقتل الناس فهلأ كل شي عندن موجود ومصور بالصوت والصورة فرح نشوف يمكن بالحلقات الجاي وعم بيستخدموا هذا الشي لسه ما بعرف لمين ولمين بديين قدموا هاي الاشرطة والادلة فبس والله لعندهم يكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة اذا عجبتك لايك وسبسكرايب وكتب لي كومنت جميل خفيف لطيف على زوءك الجميل تحت تعال عندي انستجرام مع الكلمة السحرية وساما انا اجيتك من اليوتيوب واذا كانت فكرتك حلوة ان شاء الله رح اعمل عنا فيديو وطلب خفيف بسيط اخوي صار عنده قناع اليوتيوب ونحو معلوله اد اعملوله سبسكرايب كتبوله اي جملة جميلة اي شي من عندكم ولايك اي شي من اخر وضبطوه ودلعو اشوفكم في فيديو القادم الى اللقاء موسيقى